اشتركوا في القناة لنوع واحد فقط اللي هو المبني المجهول في المضارع البسيط طبعا عندنا هنا نحن موجودة هذه في الكورس بوكتر القول التمارين هذا في الدرس الثاني في التمارين السي يبيني ان نضع هذه الافعال في هذه الجمل علشان نتكلموا على خطوات اعادة تدوير النفايات فاول حاجة هنا يقول لي ويست اللي هي النفايات يعني is sorted at home بمعنى ان شنو يتم فرزها يتم فرزها في البيت الخطوة الثانية اللي هي هنا يقول لي it is بعدين عندي فراغ in different bags في اكياس مختلفة هنا هنقوله it is placed معناها توضع في اكياس مختلفة هنا طبعا عندنا هنا المبني المجهول verb to be تصيب ثالث verb to be تصيب ثالث اللي هو في ال present symbol تمام it is نقط buy a refuse lorry refuse lorry اللي هي شاحنة النفايات يعني فهنا نقوله it is it is collected معناها تم تجميحها عن طريق شاحنة النفايات نمشو باتجاه السهم النقطة الثالثة اللي هي هذه it is عندي هنا فراغ to a waste treatment plant waste treatment plant مصنع معالجة النفايات بمعنى مصنع معالجة النفايات فهنا نقوله شنو it is taken تأخذ إلى مصنع معالجة النفايات بعدين الخطوة الرابعة it is نقط into different types يعني بمعنى إلى أنواع مختلفة أنا هنقول it is separated بمعنى تفصل إلى أنواع مختلفة الخطوة الخامسة it is عندي فراغ هنا in special machines في آلات خاصة يعني فهنقوله هنا it is cleaned يتم تنظيفها يتم تنظيفها بآلات خاصة والخطوة الأخيرة اللي هي glass, paper and plastic الزجاج والورق والبلاستيك are used again أيضا مضارع بسيط أنا are used again التمارين كما قلنا هو في مراجعة لقاعدة passive voice في prison symbol أيضا في التمارين الموجود في الworkbook exercise B نفس الجمل طبعا أنا يقول لي first the waste is sorted at home then it is placed in different bags next it is collected by a fuse lorry number four after that it is taken to a waste treatment plant number five in the waste treatment plant في مصنع معالجة النفايات it is separated into different types تفصل إلى أنواع مختلفة then it is cleaned in special machines يتم تنظيفها في آلات خاصة finally glass paper and plastic can be used again طبعا هنا ندرنا can be هي نفس الشكل متاع future اللي هو متاع will be أنا كان أفعل بصيغة المصدر بعدين تصير ثالث ممكن جملة الوحيدة اللي اختلف ذلك بقية جملة لكن أيضا تعتبر في present similar باستخدام كان إذن الدرس هذا مراجعة لقاعدة المبنى المجهول ما فيش أي قاعدة جيدة عندنا فيه هكي يكون انتهينا من مراجعة لقاعدة الدرس الثاني شكرا جزيلا للمشاهدة والمطابعة أتمنى التوفيق للجميع تقبل تحياتي الأستاذ فراج منطيريك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر